اطلقت بلدية الاضليل في محافظة الزرقاء ومجموعة منصة الشبابية مبادرة لتزيين وتجميل مدخل المدينة وشملت الحملة التي شارك بها عدد كبير من المتطوعين بزراعة 500 شتلة في محيط الدوار المؤدي إلى القضاء وزراعة أشجار على امتداد الطريق بحيث سيقوم المبادرون بزراعة أشجار النخيل وادهان الأطارف لتجميل المنطقة واجأت المبادرة لتحسين الواقع البيئي في المنطقة وإطفاء صورة جمالية للمكان خاصة أن قضاء الظليل يعتبر من أكثر المناطق المتضررة بيئيا على مستوى المحافظة تم العمل خلال أيام سابقة على إعادة تأهيل هذا الدوار وتم زراعة اليوم ما يقارب 500 شتلة ورد بنظام معين وبترتيب معين وسيتم من انطلاق المرحلة المقبلة لإدهان الأطارف وجزر الوسطية ثم الانتقال باتجاه مثلث الظليل لزراعة النخيل وتزيين المدخل كامل من دوار الظليل إلى مثلث الظليل بإذن الله نشكر جميع من دعم هذه المبادرة نشارك في هذه المبادرة التي تهدف إلى زراعة مدخل مدينة الظليل بالورود وتجميل هذا المدخل ونحن كوزارة بيئة ندعم هذه المبادرات التي من شأنها أولا تحسن المنظر الجمالي لمدخل للمدينة وطبعا أكيد الأشجار تساهم في الحد من التلوث خاصة أننا في منطقة ساخنة بيئيا على مستوى المدينة